بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم معكم مستر احمد الباشا وان شاء الله هنبدأ مع بعض منهاج discover لKG1 هكون معكم في الشرح ده انا مستر احمد الباشا مدرس وان شاء الله نكون مع بعض لحد ما نكبر منهاج احمد الباشا عندنا متقسم لحاجات اساسية او تقسيمات اساسية اسمها themes او المداخل او units احنا عندنا theme 1 اسمه who am i في الترم الاول احنا عندنا two themes عندنا اتنين theme فاول واحد اسمه who am i يعني من اكون وشابتر 1 اللي احنا نبدأ به النهاردة احنا عندنا four chapters في theme ده اسمه geometric self portrait فتعالوا كده نبدأ مع بعض نفكر ونعرف المنهج بتاعنا بيقول ايه اول chapter عندنا اسمه geometric self portrait والportrait ده اللي هو الصورة انت لما بتروح تتصور او انت لما بتروح تتصوري بتاخدي صورة ليكي الصورة دي بتبقى مربعة كده وفيها انت يعني فيها الشخصية بتاعتك او فيها الشكل بتاعك انت فده اسمه self portrait فاحنا عندنا اول activity طبعا المنهج بتاعنا متقسم activities يعني فمنقول اول activity لازم نقرى activity كويس activity بعنوان self portrait self يعني حاجة لها علاقة بي انا حاجة شخصية self portrait يعني صورة الشخصية وهدفنا هنا في الاكسرسيز ده ان احنا نعرف يعني ايه portrait صورتنا وان احنا كمان نعرف نكتب اسمنا تحت صورتنا ودايما الportrait بيكون الصورة وتحته الاسم فانا ممكن اشوف مثلا بورتريت صورة لبطل عظيم او صورة الفنان او صورة مثلا ليه شخص انا بحبه فده اسمه الportrait بتاعه فتعالا كده نشوف activity one بيقول لي stick stick يعني الزق stick يعني حط او الزق your photo your photo يعني صورتك and try وحاول to write your name وحاول انك تكتب اسمك احنا قلنا هنا ايه try to write اللي يعني لو انت معرفتش تكتب اسمك او انت معرفتش تكتب اسمك مش مشكلة بس موما ممكن تكتبهولك وانت تكتبي زيه ومن هنا ورايح مفروض ان احنا نعرف نكتب اسمنا كويس ثم color the animals يعني احنا عندنا هنا ثلاث مهمات اساسية ان احنا نعمل stick ان احنا نلزق الصورة ان احنا try to write your name انك تحاول تكتب اسمك name يعني اسم and color animals يبقى هنا عندنا هنا بقى اي activity نقعد نتسلى فيه النهاردة طب انا عاوز يا مستر الزق صورتي انا ما عنديش صورة دور على صورة دور على صورة هتلاقي صورة طب انت ملقيتش صورة ممكن تحاول ترسم نفسك بنفسك مش تخلي ماما هي اللي تعمل انا شخصيا مسلا احاول ارسم طبعا انا احلى من كده بكتير بس انا هحاول ارسم صورتي ماشي انا هحاول ارسم صورتي انا بعفش ارسم خالص ماشي بس انا شعري مش طويل قوي كده بس انا ده رسمت نفسي انا هو انت لو عاوز ترسم نفسك مش مشكلة ارسم نفسك بس هو اللي مفروض يتعمل في الاكتف ده انك تعمل stick your photo انك تجيب صورتك وتلزقها وبعدين تكتب اسمك هنا ممكن تكتب احمد طبعا مش تكتب انت احمد لو انت اسمك احمد تكتب احمد مش معقول انت مسلا هيبقى اسمك رانا وتكتب احمد صح ولا تكتب اسمك رانا تمام احمد خلاص وبعدين هنجتري نلون بقى نلون animals الايه؟ ده المونكي وده مش فاكده هوبيبين او حاجة زي كده ودي هنا الاليفانت هوت وفي دي سناك هنا وفي بيرد وتقول تلون الحاجات دي بقى تلون مسلا السناك ده بالاخضر مسلا الاليفانت ممكن تلونه مسلا بالاحمر زي ما انت تحب زي ما انت تحب المونكي ممكن تلونه بالبراون الدي ممكن تلونه بالورنج يعني زي ما انت تحب تلون ممكن ايه؟ ممكن تلون ماشي؟ عندنا اكتيفتي نامبر 2 احنا خلصنا اكتيفتي 1 و هندخل في اكتيفتي نامبر 2 اكتيفتي 2 بيقول لي use a وحطي لي علامة pencil كده لون ورد use a red pencil to circle circle يعني تعلم ماشي تعمل دايرة كده circle يعني تعمل دايرة to circle the red objects only يعني انت تعمل دايرة على red objects only فانا مثلا هاجي عند الابل الابل لون هرد انا لازم استخدم الالم الاحمر في الاكتيفتي دا ادور على اي قلم احمر او اي pencil احمر او اي color يعني color اي لون من الالوان اللي هي الالوان وتبتدي ان انت تعمل circle على الحاجات اللي فيها لون red البيسكل دي فيها red الشوز دا فيه red انما ruler ruler يعني مسترق مفاهاش والدرس بتاع البنت دا مفهوش يبقى دول مش هنعمل لهم اي حاجة احنا هنعمل ايه circle يعني دايرة على الحاجات اللي فيها red طب تعالي نشوف activity number 3 بيقول لي use blue pencil برضو هنستخدم pencil لونه blue to circle the blue objects only عشان ان انت تعمل يعني حاجات على اللون البلو فهنعلم على البلو وكده نبقى احنا عملنا activity number 3 activities جميلة وهادفها ان احنا نعرف اللون ونعرف ان احنا نعمل circle يعني circle يعني دايرة على الحاجة اللي هو طالبها مني ماشي activity ثاني activity number 4 بيقول لي use activity number 4 use blue هنستخدم اللون ال blue sorry ال yellow اللون ال yellow عشان نعمل circle على ال yellow objects خد بالك من كلمة objects يعني اشياء كلمة object يعني شيء فاحنا هنعمل circle اللون ال yellow على الحاجة اللي هي اللون ال yellow فهنجيب القلم الاصفر ونلون هنا yellow هنا yellow وهنا وهنا yellow بنفسك طبعا وتحاول تعمل هنقف لحد هنا عشان اللي جاي activity ثاني وعلشان ما يبقاش الفيديو طويل عليكم كون مع بعض دايما ودايما تكونوا اشتر ولاد واشتر بنات بتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق كنت معاكم مستر احمد الباش باي باي